كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطات الشحن للسيارات الكهربائية وعشر رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ التكليف الرئاسي بشأن توطين صناعة السيارات الكهربائية وإعداد البنية الأساسية اللازمة لتلك الصناعة خاصة ما يتعلق بالتوسع في إنشاء محطات الشحن وأوضح مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تعميق التصنيع المحلي من خلال إقرار مجلس الوزراء مؤخراً للاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات والتي تضمنت حزمتها حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدة محافظات بإجمالي 3000 نقطة شحن في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر